مرحبا بكم ورحمة الله وبركاته اخوة اخواتي كديري لبصريكم بخير هاني ينكركم زيانين نتمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير فيما كنتو تمكتشادوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اللي وما جيت ان شاء الله غادي نتقاس معكم الطريقة دي الاحتفاظ بالنعناع طريقة اللي زوينا ان شاء الله غادي نقبسوه وغادي نحتفظو به فوقش ما بغيناه كالقا وهواجد بروحتو كيبقي يعني ذكرها فيهم جهده كيف ما هو طريقة لزوينا كيف مرحبا قبل ما نبدو الفيديو دينا ما ننسوش صالة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين كديرك اخواتي ما تبخلوش عليها بواحد اللايك على الفيديو انتو ما كتفرجوا وندو زدوا بالفيديو دينا فبسم الله على بركة الله كيف ما كتلاحظوا معي عندي هنا النعناع انا عندي النعناع البلدي من الافضل انكم تقبسوا النعناع دي البلدي حيث النعناع دي البلدي كيكون ريحتو مجهده يعني بتكون زايده خصوصا هاد النعناع هادا ديال البلاد يعنتو ما كما تلاحظو الصراحة هادا كنت جبتو معي من البلاد وكنت جبتها ككيميا كبيرة ويعني و الى ما قبسوش كيف ما كنقولو غادي بقا غير يضيح فاخديت هنا واحد الكيميا غادي نقبسها ان شاء الله بالنسبة لليالي او المشتاة ما كيكونش النعناع وخحتة كيكون يعني ما كيكونش داك النعناع بحال يصف كتكون فيه الرحة ناقصة كذلك حتى الماضق ديال كويس ديالاتي ديالو كيكون ناقص ما شبه حال اتاي ديال يصف يعني بالنعناع فغادي نحتفظ به ان شاء الله غادي نقبسو وغادي نحتفظ به حتى وصف احتى المشتعفون ان شاء الله ومعاد غادي نبقى مهم كنديرو في اتاي سوف يشوفوا معاي الطريقة بالنسبة لطريقة ديالتك بس ديالو خديت الناع ديالي كيفما كاتلاحظو معاي مهم الكيميا اللي بغيت انتو ما تقبسوها سوف هنا كننقيها مهم كنحيد داك الناع نعزين كنديرو في داك الشبكة باش غادي نقبسو ولي مقلساكا شوية ولا اللي مدبال ولا شي حاجة انتو ما كتلاحظو معايك نحيدها يعني ما كنخليهاش صافي غادي نقل كيميا كلها بنفس طريقة هي هادي الكمية كيما قلت لكم راني جبت مهم كيميا ما شاء الله كيميا كبيرة فاشتو غير غادي ضيع ديالشي علاش وقول ضروري ما نقبسو الصراحة فاش كتكون عندي كيميا كبيرة بحلاكا خصوصا هادي النعناع هذا البلدي يعني ديال البلاد اراه والله ما تلقاو بحالو يعني وخاكا ناخدو النعناع ما تلقاوش بحالة النعناع هذا والله ما تلقاو ريحتو يعني كي نفسق ولا ريحتو غزالة قاطعة لا تاي ديرو كيفاش كي يطلع يعني داك كويس ديرو كيفاش كي يطلع ولا كي طلع غزال صراحة صافي هنا يا مهيما انتم كما كتلاحظو عمر ذاك الشبكة صافي ودرتو في واحد الماكان درت عليها كواحد زويف وخليتو كي يقبس مويمان خليتو صراحاتا شخمستاشر يوم هكا وهو كي يقبس حتى يقبس مزيان هانتم هنا يا غير كنقيصو كيتحيدو داك العويدات ودك الوريقات ديال النعناع كيتحيدو بكل سهولة حيتقابس مزيان كيف ما كاتلاحظو معايا بالنسبة لتقبس ديالو حاولو انكم تقبسوه غير فضل يعني ما تديروش في الشمش باش ممشيش منو ذاك الريحة ديروه غير فضل وغطيوه هكا بشي زويف ولا على حسب الغبرة وذاك الشي راكم عارفين صافي وخليوه يقبس يعني نساوه حتى كترجعو ليه وكتلقاوه قابس يعني بحلاكة انا هنا بالنسبة بعد ما كبس هنا راني كننقيه يعني كنحيدلو كذلك ذاك الوريقات غدي نحتفظ له غير بالاوراق يعني غير بالوريقات ديالو بالنسبة للعويد ما غديش نحتفظ به يعني كمية كبيرة ولا يعني العويد اصلا ما فيهم شي ريحة روي حكا تكون في ذاك الوراق ديالو العويد كيكونو فيما غير ليقاس صراحة العويد ممصل حنش بالنسبة للناس اللي عندهم ليقاس في المصران راح العويد ممصل حنش يا خوضر يا قابسين ما الافضل انكم تسعملو غير ذاك الوريقات كيف ما قد لكم صافي وغدي نحيدو ذاك الوريقات كلهم بنفس طريقة بحلاكة وغدي نديرو في ذاك الاميكة وغدي نحتفظ به ان شاء الله كما قد لكم المشترة هما كيكونش نعناع كيكون نعناع يعني كيكون ماشي ما كيكونش ولا يعني الريحة ديالو كتكون ناقصة كذلك كويس ديالو كيكون ناقص فالصيف هو ديال النعناع وخصوصا كما قد لكم هاد النعناع هذا ديال البلاد وبلدين راه والله ما تلقوا بحالوخة كان ناخده النعناع يعني كنجيبه النعناع دائما وما تلقوا بش بحال هذا هذا الصراحة غزال هنا راني قبسته يعني يقابس وفاش كنت كان نقي كان حيدو ذاك الأوراق واحد الريحة طالع منه تقولوا باقي يعني خضر ما زال حدا الحوط ديالو كما كان نقوله تقولوا باقي يعني مغرص خضر الله يلا في واحد الريحة مجيه ديالو صراحة نغزال رائع جدا بالنسبة لطريقة ديال الاستعمال ديالو غادي نذكر معاكم سفيك نقبسو بحلاكة بالنسبة لطريقة ديال الاستعمال يعني كان عمر لانتاي ديالي كان دير بريرت كان عمر وفاش كنجي نطفع لي يعني النار على البرد كان اخو ذاك كواحد الكيمية من هاد النعنع هادا كان اغسله مزيان كنصفيه في واحد صفايا صفايا وكنديرو في البرد ولا فاشا مدليكم وكنديرو في البرد فبالنسبة لدكة او الكويس ديالو ما شاء الله كيطلع واحد الكاس رائع جدا كما قدليكم كتشربوا ذاك الكويس وكتبنوا بيه صراحة النعنع البلديره ما كانش بحاله فهذه الطريقة ديال الاحتفاظ ديالو اللي كان احتفظ به انا دائما فاش كنشوف عندي يعني النعنع بزاف وخصوصا فاش كنجيب هاد النعنع عادة ديال البلاد البلدي كي عز عليا يعني ضيع ونرميها غير هاكك فكان قبسو وهذه الطريقة ديال التكباس ديالو كيما قدلكم وطريقة الاستعمال ديالو كيفاش كنستعملو فانتمنح انتم تجربوا سواء النعنع هادا او اي نعنع مهم حبيته انكم تقبسوه جربوا هالطريقة هادي وردوا عليها طريقة زوينة سهلة سيطة بزاف فامكلكم يقلس معاكم مدة طويلة ما كيصرالو حتى شي حاجه غير خلي واكفو حد الميكة ولا ديرو شي قريعة ديال الزاج فاخوتي اخوتياتي هادا هما مهمة ديال الكمية ديال النعنع اللي عندك فما كاتلاحظو معايا هادي الكمية كلها بدرتان هنا يفد الميكة هانتوما صافيه هنا غادي نسد عليها وغادي نحتافض به ان شاء الله مهم فاش نبغيه ان شاء الله غادي نجبد منو فانتمنى اللي عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة هادي تبرتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم ومع قاعد الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امرا كذلك لكتو جدادو الاول مرة كتشاهدوا هذا القاناة ولا كتشاهدوا هذا الفيديو فكننقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معليكم ما تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقاو تصلوا بكل ما هو جديد اه ما تبخلوش اللي يبلي لايكات ديركم تعالقكم زوينة المحفزة على الفيديو وهذا هو الفيديو دينا دي اليومه فيديو بسيط بزاف نتمنى انه يكون نال اعجابكم تمنى انكم تجربوا هالطريقة هادي وما تنساوش اللي جربتوها وعجبتكم وترجعو تقولولي في كومنتر كي جاتكم النتيجة فيلا بقى انك تشاهدوا الفيديو وكذلك حتى لدى بقى نقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعة ديركم وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة